اشتركوا في القناة اتفقنا فيها على حل كل المشكلات على زملاء الصحفيين بيمارسوا حقهم الكامل في وضياتهم عجلنا المستشار مرتضى في زيارة النقابة خلال اليومين الجايين عن روح نزوره وحنصفر كل المشكلات الموجودة اكد احترامه وتقديره للزملاء الصحفيين في فيديو هو كمان عمله اكد احترامه وتقديره للنقابة والزملاء الصحفيين ولكل اعضاء نادي زمالك من الزملاء الصحفيين على ازالة سوء الفهم واللبسة اللي حصل على تأجيله الكامل لدور المقابة والدور الصحفيين في المجتمع اتفقنا على كل هذه المشكلات واتفقنا برضو على ان احنا نحاول نعمل حل جزري لمشكلة العضويات المستسنة اللي هي سبب الازم ولحقا نادي زمالك له موقف محترم في هذا القطار لانه هو مدخل العضويات المستسنة في الليحة وده يمكن نوقف متقدم لنادي زمالك ما حصلش في نادي ارد وبالتالي احنا هنساند نادي زمالك للازمة دية لان احنا بنساند الزملاء الصحفيين ومنساند النادي في الازمة وهنحاول نحل المشكلة سواء كان من خلال لقاءات بالوزير او بمجلس النواب او اي بجاهة معنية لان لازم مشكلة تتحل عشان ما تبقى الصداع مزمن دائم ومستمر بلا داعي هل تم الاتفاق مع رئيس الزمالك على عودة اسمه تاني او صورته تاني عن ناش الحل هيبقى شامل لكل الاشياء يعني زي ما تحلت المشكلة احنا كمان هنحل المشكلات المتعلقة بقرارات مجلس النقال يعني لسه الصحفيين مدونش يخصوا لدي زمالك دلوقتي احنا كنت最初 من هذا احنا كنتية الآن وفورا والاوج يوفر الكلام يتوقع فورا بسورته لزمالك حسنا شكرا شكرا مرحل شكرا 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 شكرا